انا مهم عندي جدا ان انا اخد رأي رجل اعتبر صديق جدا بصراحة لان انا من اشد المعجبين بي بس هو عارف هو انا في رأيي فنان مبدع مبدع الفنان والنجم النضال الشفعي اهلا 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 حبيبي وخويا وصديقي استاذنا الكبير يوسف الحسين اهو انت واستاذ الاسادزة ازاي جمهورك الكريم ويا رب اجعلها ايام خير علينا جميعا اللهم امين اتمنى انت تكون بخير يا نضال الحمد لله الحمد لله نضال انا مهم عندي ان انا اسمع قريتك للمشهد الانتخابي لان انا عارف ومتأكد مية في المية انت نموذج او من مدرسة الفن ومدرسة الوعي في نفس الوقت وعندك وغيرات نظر فانا عايز اعرف قريتك للمشهد الانتخابي ايه هو اولا طبعا يعني المشهد الانتخابي مفرح جدا انه تبقى فيه انتخابات ديمقراطية موجودة على الارض وانه فيه ناس بتروح وفيه ناس حسد باهمية صوتها وحسد بانه مهم نتكاتب في هذه الفترة بالذات ان احنا نروح لكن لا يمنع انه كان فيه برضو في الفترة بعد ما تحددت الموعيد بتاعت الانتخابات انه حصلت حوارات معايا انا كان يسال مثلا مع كتير من الشباب فكنت بسمع الايجابي وكنت بسمع السلبي وكنت بسمع كل التفاصيل اللي بتتقال وكنت بفتح زي حوارات عشان استوعب منهم هو ايه اللي وصل لهم بالضبط وهو ازاي مستوعب اهمية صوته يعني انا روحت زي مما روحت يشوف الكلام ده فحصلت بردشات كتيرة يعني المفاد منها انه فعلا نسبة الوعي بقت زايدة قوي اهمية الصوت بقت كويسة جدا وحتى اللي كان فاكر انه مالوش اهمية او صوته مالوش اهمية بعد الحوار بتلاقي انه رأيه بيتغير بتلاقي انه تاني يوم نزل وابعت لي صوته وبيقول لي انا نزلت الانتخابات زي ما تكلمنا او زي ما دردشنا لانه هو بيحتاج بعض الشباب بيحتاجوا وبس تعريف الفكرة بالنسبة لهم وتوصيف الاشياء بالنسبة لهم ووضع الاشياء في حجمها الحقيقي فلما تتكلم معا تقول له فكرة ان مصر بتختار زاعمها مصر دي يا ابني يعني ده حاجة عظيمة جدا التاريخ التاريخ كله بتختار القائد بتاعها والعالم كله بيبصلنا في هذه الفترة الحرجة لان احنا في منطقة ملتهبة وسخنة جدا 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 واحداث كتيرة جدا جدا بتمر بينا وبتمر حوالينا وفي من اهل الشر عدد لا يحصى من كل الجهات فمن الرجل اللي انت هتقدر تختاره ققائد لربان هذه السفينة ايه الصفات اللي لازم تكون فيه ايه الحاجات اللي لازم تكون فيه عشان خاطر لما يوصل في وقت من الاوقات ان يقول كلمة حرب فانت تقول له امين لما يقول كلمة سلام واحنا امة سلام تقول له امين وانا اخذ من لسان قيادتنا الحكيمة سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لما قال نحن في زمن نتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف حلو فبالتالي انت محتاج قيادة على دراية وخلفية كبيرة جدا 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 بالامور المخابرتية والامور العسكرية في كل المنطقة وانت ما بتتعملش مصر ما بتتعملش على انها دولة سغيرة مصر بتحط راسها ما بين الكبار دولة كبيرة ويمكن المشهد الفلسطيني تاريخا وشكلا وموضوعا المشهد الفلسطيني كان ليه دلالته يعني انا مش عايز اقطعك انا على النقطة اللي انت بتقولها ان مصر دولة كبيرة جدا في المنطقة وليها صوت كبير ومفهوم وتقيل ومؤثر في العالم وليها كمان يعني اكمل كلامك وليها جيش كبير لو ما كانش القيادة حكيبة يعني عشان جيشها كبير وقوطها عظيمة خلاص ما ممكن تخلي القيادة احيانا تتهور ويخلي الشعوب تدفع تماما هذا التهور ولكن لحكمة القيادة ودي مهمة جدا 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 برغم ان عندك القوة التي تستطيع بها ان انت تضرب على يد اي حد تسوي له نفسه ان يقرب من مصر وعندك هذه القدرة ولكن هناك ايضا حكمة وهذه الحكمة مهمة جدا 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 في الظروف الحارية طب نظل بتشوف انه فهو اعتقد يعني من قيل انا اسف القيادة خالص خالص لا بالعكس ده انا مبسوط بهذا الحماس وعلشان كده كنت عايزة اكمل معاك الاسئلة بمعنى انه المشهد الاخير على الاراضي الفلسطينية من 7 اكتوبر والحد دلوقتي وفي نفس الوقت يرافقه لانه جزء منه او جزء من فلسطين جزء مننا لا نعتبرها انها مجرد دولة مجاورة من اكتر الشعوب اللي راوت ارض فلسطين بدمها تشوف بقى انه المواقف او الموقف المصري موقف الدولة المصرية الدولة كلها مؤسستها بهيئتها بكفاح شعبها مصر من يوم ما ربنا خلقها على وجه الارض وهي تعتبر من وجهة نظر الشخصية وكنت تكون شهادتي مجروحة عشان انا مصري هي حارس العالم هي حامل عالم يعني وده مكتوب بحروف من نور في التاريخ المصري يعني لما تيجي تشوف انه الهكسوس تخيالوا انه هما دخلوا مصر وقاعدوا 300 سنة مش هيخرجوا عشان بعض الناس اهل الشر بتقليل من دول 75 سنة دول كتير يعني احنا خلاص كده تبتنا قاعدوا 300 سنة وجي احمس خرجهم وده احرص من نور التطار التطار اللي كان تقريبا اسيا وكان اجزاء كتير وكان داخل على اوروبا وكان داخل على افريقيا من الحارس الامين اللي قدر يحمي الاسلام والمسيحية واليهودية والعالم كله وقف في عين جلوت وقف قدام التطار ووقف التطار عند حدهم ورجعهم لحدودهم تاني تخيل لو ما كانتش مصر حجر العصرة توجه التطار كان ايه اللي حصل ما اعتقدش كان بقى فيه ما كانش العالم امرسون بالشكل ده طبعا ولا زي 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 ولا اي حاج لان دول دول لما اقولك ان هم التطار دول على وجه التحديد لما كانوا بيلبسوا كانوا بيلبسوا مسقات وكانوا بيلبسوا بلود الدببة عشان يبانوا ان هم مخلوقات مرعبة قدام الناس للسيطرة على عقولهم والحرب النفسية هل الموقف المصري عندك بقى حاجات كتير الى النصل لما حدث في لما اقتعنت مصر في ظهرها في 67 وتخيلوا ان مصر سوف تركع ولكنها لم تركع ولكن بدماء شهدائها وقفت على رجلها تاني فحروب للتنزاف ثم كانت الصفعة اللي تردت مرتين في 73 مصر قائدها ما ينفعش يكون قائد مش ملم بكل الأمور في هذه المنطقة الملتهبة وبالتاريخ نفسه مصر عندنا مثلا الفكرة اللي حضرتك أنا آسف ان أنا طويلت عليه خالص بالعكس لكن لكن احنا في الظروف اللي بتمر بيها المنطقة بالوقت من المأساة المأساة المروعة اللي موجودة في غزة عند أهلنا في غزة والتعنت الفضيع من أهل الشر بكل ما تحمله الكلمة من تعنت ويعني مش عايزة أقول ألفاظ يعني تبقى يعني ما بحب شنطقها حفاظا على يعني درح الأذن ولكن في النهاية هم ناس ما عندهمش قلب دول ناس حتى فكرة المصلحة حاجة طيب الموقف المصري يعني دول الموقف المصري في الزوق على طول طيب بكل الطرق بيحاول وعايز أقول حضرتك حاجة معنش أنا آسف يعني أنا آسف يعني أنا فاكر أنه سيادة الرئيس كان دايما لما بيطلع في المؤتمرات بعد بقى 2013 وفتاعه و14 وكل تابع مؤتمر الشباب دايما وهو كان بيتكلم كان دايما في عزم الدنيا كانت ملخبطة والناس مش روخ دابلها وكله بيجري على أكل عيشه ولا كله بيجري على هو بيعمله كان دايما يقول لنا عدونا واحد صح خلي بالكو عدونا واحد صح هي دي الحكمة هي دي الفكرة أنه هو عارف وكان عنده من الرؤية ومن بعد النظر ومن استشراف المستقبل وأقسم بالله ما بطبل أنه لما راح جاب أسلحة المسترال والرفال وراح جاب كم من المعدات الحربية وأنا كنت حاسس أن مصر نشي على خط النار في الداخل وفي الخارج ورغم ذلك هو عارف مين عدوه بالضبط وإحنا عارفين مين عدونا بالضبط وعايز أقول له حاجة كمان أخيرة أنه عسى أن تكرهه شيئا وهو خير لك لأنه ما حدث في غزة وفي فلسطين واللهم أشف مرضاهم ورحم موتاهم وربهم إلى أرضهم سالمين بإذن الله أنه اللي حصل في غزة كان مفيد من ناحية مهمة جدا 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 هي إثارة القضية الفلسطينية مرة أخرى وظهورها على السطح مش بس للمجتمع الدولي أو المجتمع العالمي ولكن لشبابنا الصغير شبابنا الصغير اللي هو بيبدأ من صبي من سن خمس سنين لما تقول له كلمة فيها آلف سين ريه آلف بيش عارف إين بيقول لك دول قتلة دول بيقتلوا أخواتنا فهم يعني أنا يعني مش عارف أقولها إزاي بس هم سعدوا فعلا من قضية تعود مرة أخرى سخنة وملتهبة مثل ما كانت في 48 والقضية تبقى في ذاكرة الأطفال أن قضية فلسطين هي قضية مصر هي قضية العرب فنرجع لموضوعنا في الانتخابات فاختيار قبطان مصر وربان السفينة ده شيء مهم وعظيم جدا 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 واللي أنا شفته بصراحة في تجربة الانتخابية أنا كنت سعيد بيها جدا أنا والدتي كبيرة في السن راحت انتخبت مراتي راحت أولادي راحوا حتى من قبيل أنهم ما يشوفوا يعني أنه يبص على الفترة وإيه والبطاقة والشكل والحاجات ولازم يروح ويحط الورقة في الصندوق فده مهم ده ده اسم الوعي وأسف إذا كنت طولت إطلاقا بالعكس بصراحة يعني كنت نفسي أقولها يعني عايز أقولها بأرياحية وإنت بصراحة يعني مستمع ومحاور جيد وعظيم خالص أنا اللي هتكلم على أنت أنت اللي قلت كلام فعلا أكتر من رائع وأتمنى أن ربنا يحفظ مصر قيادة وشعبا وجيشا وسرطة كمان وأتمنى أن ربنا يعني يزيل الغمة اللي موجودة في غزة وفلسطين تظل فلسطين في كل خرائط العالم بإذن الله بإذن الله كان كلام أكتر من رائع نضال وكان مهم جدا أن احنا نسمع كلام من فنان كبير ومهم زيك ألف 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 شكرا لك نجمنا وفناننا الرائع دائما نضال الشافعي